نتكلم بقى على إبراهيم عبد الجواد، خريجة تجارة عين شمس، اشتغل في شركة تصدير واستيراد مع أخوه، اشتغل ماضل، بقى مستر إيجبت، بقى إعلامي رياضي، المسيرة دي، يعني عايزين نتكلم بقى إينا آلات دي كلها؟ بصي أنا بطبيعي فراك، يعني أنا بحب أجرب وأخش في أي حاجة شخصية تجربين، أحب أخش وأجرب وأشوف أي حاجة فيها فكرة إن أنا حاجة بحبها وعايز أنجح فيها دي بتستهويني، صحيح، وكرم ربنا سبحانه وتعالى أن أنا طلعت في بيت والدي الله رحمه وحسن إليه كان تاجر، فدخلني أشوف مشاهد حياتي كتير، يعني مثلا والدي كانت تجارته في وسط البلد في عبدين، وأنا ساكن في مصر جديدة، فأنت متخيلة، يعني أنا شفت حاجات في جيلي مش كتير شافوها أو يعني مش كتير في مدرستي أو في الحتة اللي أنا ساكن فيها، اتعرضوا لها، أنا شفت العب تكرره عند مثلا عند أصر عبدين الكرة الشراب اللي بالكلة، شفت حاجات على الأرض كتير مع أبويا مشاهد حياتية بعد كده بتخليكي أنتي يبقى عندك أماسة واسعة شوية، أماسة عريضة شوية، بالزبط، بالزبط، عندك مخزون، دي منيقول فيه مخزون، الزبط، 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 في أوقات مناسبة بعد كده، الزبط، بعد كده اشتغلت مع أخويا في مجال الشحن، الشحن سواء البحري أو الجوي، جزئيات الملاحة والشحن يعني، فده برضو أداني خبرات كتيرة لأن المجال ده أنت بتتعاملي فيه مع كل، أنت بتقدمي سيرفس الشحن لأي مصدر أو مستورة، فتتعرضي لناس كتيرة جدا في الفيرماسوتيكالز وفي الفود سطف، وفي الفود اندستري يعني، وفي الجارمنتز وتكستايل، بتتعاملي مع شركات كتير وناس كتير وأشكال كتير من الناس وتفاصيل كتير، فده بتديكي برضو خبرات، دخلت الإعلام، فزي ما كنت بقولك نعمة من نعم ربنا أن أنا اشتغلت الأول في صباح الخير يا مصر، فأنت كنت كنت تتشتغلي في كل حاجة، فقافة، لكن ذا كان بعد مستور إيجبت، ذا كان بعد مستور إيجبت، هل قتحت ليك الفرصة أن انت يتم اختيارك كمقدم برامج؟ أكيد لها دور لأن الموضوعiter كثي، أ실 م hammdas أدخلت به مستور إيجيبت، فتضnas مسامة صاحبي، يعني واحد صاحبي كان عايز يبقى فاشن مودل، ويعمل كاستنج في إيجنسي، فقال؟ تيجي معاك أنا جاي في أي حاجة تمام فروحت فالإجنسي دي بتقول لي طب مش عايز تعمل إعلانات انت كمان قلت له ما أعمل إعلانات ما أعمل إعلانات لي طب تعالي عمل كاستنج دخلت عارفة كاستنج لوقت وقف في تعملي كده وبتاعه مش عارف إيه تحت قول لي طب كنا في نفس الكارة قبل كده بعد ثلاث تيام كلمواي تعالي عمل إعلان يلا عملت إعلان 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 وراء إعلان وراء إعلان مرة بقا قاعد في الوقت ده جالي فورس أن أنا بقى ممثل أنا ما كنتش مش هولك بقى صارة كنت وانا بظهر بمثل في مصرح المدرسي وبقى فدام المراية بتاع أنا ما كنت شاف نفسي مهوبة التمثيل وبصراحة ما كنتش عايز حتة إن أنا إيه بقى أتخذ بقى ممثل للوقت ده شكله لطيف وبتاع فأخذوا يمثل أنا مش 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 بحيب أنا بحيبش أعمل حاجة غير وانا ملقتش نفسك في مجال بحبها كده صحيح فقلت لما أنا لو فعلا بجد نفسي أخش الحتة دي عايز أبقى موزية عايز أبقى موزية وسبحان الله جات بقى الموضوع كده أن أنا جات لي فرصة قابلت أصد عبطلي في المناوي كان هو ساعتها مسق قطاع الأخبار وكان شغال في التطوير ساعتها فالدنيا بقى مش يتنهي ده كان 2008 ده كان 2000 لا كلام ده كان 2007 أيوة وهو دي كان بداية التطوير آه وكان سلمني ساعتها ربنا يا مسيحها بالخير وإديها الصحة وبسلم عليها ويعني بحبها جدا جدا مدام حنان منصور كانت هي ساعتها مديرة عام الموزعين ومدام حنان من الشخصيات الجمدة جدا يعني الشخصيات قوية وطف وجمدة بس شوفي بقى قدر ده وصده الناحية التانية قدر من الحنية والاهتمام بتنزل لي يوم الجمعة هو سلمني لها قال لها إبراهيم معاكي تدي له ترينينج وبتاعه وتوريني تست الكاميرا بتاعه عشان هتديك الأوكي هو ينزل هوا قعدت معايا حوالي ثلاثة واربع شهور تنزل لي يوم الجمعة لأجهزة بتاعتها بتفرج لأ نحسن لأ نزود لأ دي مش كويسة لأ اللغة العربية لأ خد دورات رغبة عربية لأعمل كذا فضلت ورايا بحب واهتمام وتركيز منساش فضلها علي أبدا لغاية لأما عملت تست فأوسط عطيف قال تمام يلا ننزل هوا ونزلت بتساعتها بقى نشرات وصبع خير يا مصر